إزاي يهتم الإسلام، إزاي والحديات الخاصة، إزاي يهتم برعيتهم، إزاي كان حريص إنه هو يعرف تفاصيلهم، وإزاي إنه هو كمان يعني كان حريص إنه هو يديهم كده إرشادات يتعلموا منها الاهتمام بالعبادة بشكل عام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة إحنا بنتكلم النهاردة عن موضوعين، موضوع التيسير وهذا مبدأ كما تفضلت حضرتك في المقدمة من مبادئ الشريعة وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثتم معسرين وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول السيدة عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فالتيسير روح ساري في الشريعة كلها وكلما كان الإنسان أكثر احتياجاً كلما كان التتيسير معه يعني الضعفاء، المساكين، المرضى تجد الشريعة تهتم بشأنهم وتخفف عنهم الأحكام بل إنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر التيسير قبل أن يذكر التكليف هذا هو المبدأ الأساسي في الشريعة الإسلامية رفع الحرج، دفع المشقة، عدم تكليف الناس بما لا يطيقون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رفع القلم عن سلاس عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ومسألة رعاية زوي الاحتياجات، دي مسألة كبرى في الشريعة اهتمت الشريعة جداً بالضعفاء بشكل عام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم كلما كان الإنسان ضعيف، كلما كانت الشريعة في ظهره تسنده وترعاه وتشرع له من الأحكام ما يجعل هناك إثم كبير في الاعتداء على حقه فمبدأ التيسير ومبدأ التخفيف ساري معنا في هذه الحالة مع زوي الهمم، مع الضعفاء بشكل عام، مع المرضى، مع كل من لديه ظرف يمنعه من التكليف، فإن الشريعة تخفف عنه التكليف فورد في كتب الفقهاء واتفق العلماء على أنه فاقد السمع والبصر فاقد الحواس، مرفوع عنه التكليف، الذي ولد وهو لا يسمع ولا يرى لا يمكن أن نوصل له معلومة عن طريق السمع ولا عن طريق البصر وده وجد في تاريخ البشرية، وهناك حالات مشهورة من من فقدوا السمع والبصر الشرع لا يلزمهم بالعبادة، لأنه ليس لديهم الجوارح التي يمكن من خلالها نفهمهم العبادة بس رفع التكليف بتمشيش على كل الحالات، صح؟ نعم، أكيد في حالات الإسلام بينظر إليها نظرة مختلفة وكل حاجة زي ما تعلمنا من حضراتكو، لكل حالة وصف خاص أو تشخيص كده لها هي الوحدة بابا